موسيقى سعد الوقت تمانية معدنا مع موجز لأهم الأخبار مع لمية فضلي رمي شكرا لكي منا أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يعقد اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس أوسباكسكان شوكة مردعيف جلسة مباحثات وكان الرئيس السيسي قد استقبل نظيره الأوسباكية بمطار القاهرة الدولية في زيارة مستهل زيارة رسمية يقوم بها إلى مصر أرسلت مصر قافلة محملة بمئة الأطنان من المساعدة الإغاثية لدولتي سوريا وتركيا بحرا تأتي هذه المساعدات تنفيذا لتوجهة الرئيس السيسي بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعبين السوري والتركي في مواجهة أثار الزلزال وشملت المساعدات مئات الأطنان من الأغذية والأدوية وكمية كبيرة من الخيام والبططين عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح والزيوت وخلال الاجتماع قال رئيس مجلس الوزراء إن هناك توجهات رئاسية بأهمية العمل على إنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو غيرها وذلك نظرا لما ستبتيحه إقامة هذه المنطقة من فرصة للاستفادة منها في تخزين الغلال والحبوب ومقلها إلى عدد من الأسواق العالمية لقي ثلاثة أشخاص في تركيا مصرعهم من جراء زلزالين بقوة 6.4 و 5.8 درجة ضرب شمال سوريا ومحافظة تاية تركية الجنوبية وهي الأكثر تضررا من زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 45 ألف قتيل في البلدين وأعلنت الحكومة التركية أن زلزال أسفر عن إصابات العشرات أيضا بينهم إصابات خطيرة كما أسفر زلزال عن انهيار مبان متصدعة في سوريا أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانع بوافاة أربعة أشخاص وإصابة العشرات في مدينة حلب من جراء الزلزال يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في موسكو خطابا أمام النخب السياسية الروسية وأوضحت مصادر الروسية أنه من المتوقع أن يخصص بوتين الجزء الأكبر في خطابه للحرب في أوكرانيا يأتي هذا قبل أيام من ذكرى مروري عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي خلفت آلاف الضحايا من الجانبين وتأزم الاقتصاد العالمي أعلن وزير الخارجية الصينية تشينجانج أن بلاده قلقة للغاية من النزاع الدائري في أوكرانيا والذي يتفاقم وأضف وزير الخارجية الصينية أن الوضع بات يخرج عن السيطرة مشيرا إلى أن بكين ستعمل على تعزيز حوار السلام بشأن الأزمة الأوكرانية ومعالجة مخاوف كل الأطراف والسعي لتحقيق الأمن المشترك يأتي تصريح الوزير الصيني غدا في بلاده الاتهامة التي وجهها إليه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ومفادها أن بكين تفكر في تزويد روسيا بأسلحة لمساعدتها في العملية العسكرية بأوكرانيا أعلن مفاوض الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستدخل حيث تنفيذ بحلول الرابع والعشرين من فبراير الجاري وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في عقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن فرض العقوبات هو التزام أوروبي مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل